إذا تكلم الناس عنك بسوء، قل كما قال أحد السلف، مرحبا بحسنة لم أعملها، ولم أتعب فيها، ولم يدخل فيها عجب ولا رياء، ولا تحزن الحياة مجرد كتاب، غير أننا نعيش صفحاته بالترتيب، ولا يمكننا اختيار الصفحة التي نشاء فرضى، فرضى بكل شيء فربما تكون الصفحة القادمة أجمل فالحياة كالوردة، حين تشم عبيرها، تنطلق إلى الخيال، وحين يدميك شوكها، ترجع إلى الحقيقة فلا تجعل عبير الدنيا ينسيك الطاعة، ولا تجعل الأشواك تقنتك من رحمة الله عز وجل اللهم إنا نسألك لطف القدر، وحلاوة الأيام، وسعادة الروح، وراحة القلب، مساءكم أمل وسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا رب يكون الجميع بصحة وعافية وهنا؟ اليوم بوريكم البصل البودر والتوم البودر، بطريقة بجد بجد سهلة جداً، أنا ما شفتش حد عملها بالطريقة دي، بس أنا بعملها بالطريقة دي، في ناس تاني بيعملوها ازاي؟ بيقشروا البصل، وبعدين يصفوه، يحوشوا المية بتاعته ويحطوا البصل نفسه، فأنا مش بعمل الطريقة دي، وبتطلع معايا حلوة جداً، نتيجتها بجد روعة، وخصوصاً إن أنا بعملها بطريقة سهلة ومش هتعملك أي شيء، إن شاء الله هتعجبك وهتنفزوها، متنسوش لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك واشتراك في القناة لو أنتم مش مشتركين، متنسوش كمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد أنزله، بحبكم في الله ويلا نبدأ الفيديو، معايا إيه؟ معايا طبعاً كمية من البصل، عايزة تعملي كيلو وعايزة تعملي 2 كيلو زي ما بتحبي، بس أنصحك ابدأ بكيلو بس، كيلو بصل هو بس اللي عندي المقدار ده، وهعمل إيه بقى؟ همسك البصلة، بقشرها طبعاً من الإشرة بتاعتها، وزي ما قلت لكم أنا قبل كده فرست البصل والتوم، هسيب لكم برضو اللينك علشان تتعرفوا إزاي أنا بختار البصل، بجفف البصل كويس بعد ما أنا إيه؟ بعد ما أشرتها بالطريقة اللي انتم شايفين هدي، بمنديل كده، وكل البصل بنفس المنديل، بس تحوشي الميا اللي فيه أو لو كانت فيه أي شيء، بس، وهعمله إزاي هقطعه بقى؟ تقطعي مربعات، مكعبات، أي زي ما بتحب تقطعي، المهم أنا عايزة أفرمه، فرم ناعم، يتفرم مش فرم ناعم جامد زي ما احنا بنعمل بوفتيك ولا بنعمله في أي شيء، لا يكون الفرم خشن، تمام؟ يعني أفضل هقطع طبعاً كل البصل، كل الكمية اللي معايا، شايفين أنا بقطعها إزاي؟ بقسمها نصين بعدين ربعين علشان في الخلاط اللي انت هتخلطي فيها، يدور بسرعي عين، وهحط كل كمية البصل بالشكل ده، وأفرمه بقى إيه؟ فرم خشن، مش عايزة فرم ناعم، علشان ما ينزلش ميته بميته، بكده لما بنعمله كده بيطلع طعمه، يعني ما قولكم شريحته، والطعم في الأكل خطير، بجد طريقة سهلة وبسيطة جداً، زي ما انتو شايفين كده، أنا بفرمه، فرم خشن، لا هو اللي خشن جامد، ولا هو اللي ناعم جامد ويطلع ميته، يعني خلوه وسط، هوريكم دلوقتي شكله ازدئي، عمدي صنية، بجيب صنية، تكون مثلاً مش بتلزق معاكي، لو تفال، تفل، أي صنية المهم إيه؟ ما تكونش بتلزق معاكي، أو ممكن كمان تحطي عليها ورق زبدة، أنا بحط على الصنية مباشرة، عشان عرفها ان هي مش تلزق معاكي، وبوزع كمية البصل اللي أنا عملتها، اللي أنا فرمتها، وزي ما قلت لكم، أنا مش بعصر البصل، في ناس بتعصر البصل، لو بتحصل، بتحبي تعصري، بس متهيق للطريقة دي أسهل وأحسن، ولحته بتبقى فعزيعة فعلاً فعلاً بيجنن لما بتحطي في الأكل، أكني شريا من بره وأحسن من بره كمان، لإني من بره أنا كنت بشتريه، لا لي ريحة ولا لون ولا طعم ولا أي شيء، وبحسه ساعات بيكون قديم كمان، وأكتر كمان إن هو بيكون غالي، ما بيكونش رخيص ولا حاجة، خصوصاً لو جايبينه شركة يعني مركات زي ما بيقولوا، بيكون غالي، جداً، أنا كده حطيت البصل بالشكل ده، وسويته كده، هعمله إيه؟ هدخله بقى على فرن، أهم حاجة وأهم خطوة علشان تاخدي نتيجة حلوة جداً من البصل البوضى، إن انت تحطيه على درجة حرارة متوسطة، يعني لا هي اللي عالية جامد ولا هي اللي وطية، يعني كل ما تكون وطية هتكون أحسن، وانت طبعاً قادرة بالفرن بتاعك، بعد ما بتحطيه بتسيبيه قد ربع ساعة كده، يو عايزة تحطيه من فوقه من تحته زي ما قلتلك على نار هادية، أو ممكن تحطيه من تحت بس أو من فوق بس زي ما إمكانيات الفرن بتاعك، بسيبه ربع ساعة وبفضل كل ربع ساعة بقى أقلبه، هقلبه شوية شوية زي ما انتو شايفين كده، لحد لما إيه؟ ألا إيه بدأ ياخد لون معايا، بسيبه بقى لما ينشف كل ربع ساعة قلبي، هو تقريباً تقريباً يعني بياخد ساعة إلا ربع ساعة زي كده، بس توديعوا لا في الفرن، ويلا نشوف مع بعض التوم البوضر هعمله إزاي، التوم البوضر زي ما انتو عارفين شايفينه كده معايا، بفصصه بطريقة سهلة وبسيطة، هسيب لكم اللينك بتاعها إن شاء الله في صندوق الوصف، طريقة بسيطة جداً إزاي تفصصي التوم، بفصصوا بالكمية اللي أنا عايزاها كيلو توم، نص كيلو، وزي ما قلت لكم، ابدأوا بشيء قليل، يعني خليها نص كيلو توم، كيلو توم، ما تعمليش كمية كبيرة وتحفظيها، أحسن شيء اعمليه طازة هيقعد معاك بالست شهور، يعني الكمية الكيلو اللي أنا عملاها البصل، وتقريباً نص كيلو توم، بيقعد معايا أكتر من ست شهور، وريحته ما قللكمش يعني فعلاً فعلاً تجنن، الطريقة دي طريقة سهلة وبسيطة أتمنى يا رب إن هي تعجبكم، وتجربوها وتسيبوا لي أراءكم وتعليقاتكم في الكومنتات، بضربوا كويس جداً في الخلاط، عايزة نعميه، بس زي ما قلت لك ما تنعمهوش جامد يعني، يكون يدخلت كده شايفين شكله؟ يعني مش ناعم جامد، علشان بقى هجيب برضو صنية تانية، وهفرد عليها التوم، بنزل كل كمية التوم زي ما انتو شايفين بالشكل ده، وأفريده بقى في الصنية، أسويه زي ما أنا سويت البصل بالزبط، أوزعه يعني على الصنية عشان لما ييجي عليه النار ينشف بسرعة ما ياخدش وقت مني كبير، وزعيه كويس جداً يعني بكمية متساوية علشان ما يبقاش كله متراكم فوق بعضين، وبرده هترقبيه زي البصل بالزبط، كل ربع ساعة تقلبيه شوية شوية، تقلبيه لحد لما انت هتلاقيه هياخد لون معاك، لو انت لقيته خلاص هو قرب، ياخد لون ممكن تفتحي عليه الشوية لو انت مش فتحه من الأول الشوية والنار اللي تحت، خد لون خلاص بتسيبيه، أنا بحب ياخد لون شوية غامق شوية، يعني ما بحبوش لونه فاتح، وأصلاً التوم هياخد لون فاتح، هحطه في الفرن هو كمان، وأستودعه الله، وأوريكم لما يطلعوا من الفرن إن شاء الله، شايفين البصل بالشكل ده؟ شايفين طالع معايا إزاي؟ بجد تحفة، ورحته بصراحة مالة الشقة كلها، جربوه قلولي إيه رأيكم؟ هو طبعاً ناشف خلاص ناشف معايا في الفرن، هعمل إيه بقى؟ هروح أطحنه، أي مطحنة عندك اللي بتطحني فيها، واتحني البصل بتاعك بأي كمية الكمية اللي انت طبعاً عملها، يلا نطحنه مع بعض، شايفين صوته، أنا غمقته شوية على فكرة صورة، هي اللي مطلع عام غامق شوية، بس هو لونه مش غامق يعني للدرجاتي، بس شايفين الصوت بتاعه، ما أرمش، ممكن نحتفظ بيه على فكرة زي ما هو كده، ونستخدمه، بس أفضل شي إن أنا أطحنه، علشان يكون جاهز معايا لو هعمل دجاج ما شوي، لو هعمل حاجات زي كده فيها تدبيلات، بنحب الحاجة البودر، بريحتها طبعاً بتطلع، رحتها بتطلع حلوة جدا، كل ما بنطحنه طبعاً الريحة بتطلع، هحط كله في المطحنة بالشكل ده، وهطحنه بقى في الخلط بتاعي، اطحنه بقى تحبي تنعمي جامد نعمي تحبي تخلي خشن شوية خلي يعني زي ما بتحبي اعمليه، أنا هطحنه البصل هخلي شوية شوية يعني مش هطحنه نعم جامد، لكن لو تحبي تطحني نعم ما فيش أي مشكلة طبعاً اطحنيه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونطحنه مع بعض، لو تشموا الريحة معايا فضيعة، فضيعة فعلاً، أحلى من اللي بنجيبه من بره بمراحل كتيرة، وخصوصاً ان بيقعد معايا مدة طويلة، ممكن تحفظيه في الفريزر، ممكن تحفظيه في التلاجة، الجو طبعاً برد الأيام دي، فمش هيحتاج لتلاجة ولا يحتاج فريزر، هتحفظي الكمية دي اللي انت عملتها، في علبة محكمة طبعاً، أهم شيء، علشان ريحتها ما تعملكش لباقي التوابل، طيب بعد ما بعمل في المطحنة البصل والتوم، أكيد رحتها هتاخد من ريحة البصل والتوم بعد ما ايه؟ بعد مغسلها كمان، طيب أروح أتصرف ازاي؟ أجيب شوية عيش هتحنهم أو بقصمات يعني العيش الناشف ده، وأروح أطفل مطحنة، وأطحنه كويس قبل ما أطحن سكر أو أي توابل انت عايزت تحطيها، شايفين شكله ازاي؟ لونه؟ لونه بجد يجنن، أنا بحب اللون ده، يعني مش بحبه فاتح، بحب في التوم يكون فاتح شوية، لكن هنا بحبه اللون ده، شايفين العلبة اللي معايا أو البرتمان ده الصغير؟ بملا بقى بالبصل البودر، بملا البرتمان أو العلبة دي بالبصل البودر اللي معايا، ريحتها مش عايزة أقول لكم خطيرة، جربوها وقولوا لي إيه رأيكم؟ أنا متأكدة أن هي هتعجبكم إن شاء الله، وتقفليها بقى بعد ما بتعبي البرتمان كويس جدا، بقفلها طبعا بطريقة محكمة علشان زي ما قلت لكم تحتفظ بالريحة وتقعد معاكم أكتر من ست شهور أو قد الكمية اللي انت عاملها، يعني ممكن يقعد معاك كمان بالسنة، بس يعني أنصحك إن انت عملي شوية شوية، ابدأي بس بكيلو بصل ونص كيلو توم، الكمية دي هتكفيك ست شهور، لو عدد الأسرة يعني متوسط، شايفين لونها؟ بجد ريحتها خرافة، يلا نطلع التوم مع بعض ونتحنه كمان، وده التوم البودر، شايفين؟ سمعين الصوت؟ هي الشمس جاي عليه، فاللون بيين إنه هو غامق شوية، لكن هو لونه فاتح، تخلوه فاتح، يعني ما تستخدموش منه لما تشو دجاج أو تشو لحمة أو أي شي، نحط منه كمية بسيطة مش كمية كبيرة، لإني بقولك ريحته قوية جدا، ومفعوله مش ممكن يعني بيدي لك طعم تاني، خصوصا لو عاملة دجاج، لو عاملة بط في الفورن، بيدي طعم وريحة خطير، يلا نطحنه مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم، بحب بقى نعم التوم، لما بيكون نعم بيكون أحسن من البصل، لكن البصل أحب بقى جروشه شوية بس، مش نعمه جامد ممكن تنعميه على حسب طبعا إيه؟ على حسب مزاجك، بنعمه بقى كويس جدا، بالطريقة اللي انتوا شايفين هدي، شايفين لونه بجد خطير، ولا الريحة؟ ما أقول لكمش، ما أقول لكمش على الريحة خطيرة، بجد بجد يستهل التجربة، تجربوه وتقولولي بقى إيه رأيكم، شايفين؟ ده البصل وده التوم البودر، أتمنى يا رب انهم يعجبوكم، وإن شاء الله تجربوهم، أحسن ما بنشتريه من بره، وأحسن من الجاهز، الريحة يعني خطيرة خطيرة خطيرة، احفظو في العلبة محكمة، قوة تشيلوه بقى زي ما قلت لكم بيقعد ست شهور معاكم، أتمنى أن طريقة تكون بسيطة، وتكون عجبتكم إن شاء الله، واكتبو لي تعليقاتكم في الكومنتات، إذا عجبكم الفيديو، تنسوش لايك، واشتراك في القناة لو أنتم مش مشتركين، متنسوش تفعلوا الجرس، علشان يوصلكم كل فيديو جديد أنزله، بحبكم في الله، أشوفكم في فيديو جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيعوا دائعوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة